بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصوفات ومع أحد تطبيقات المقرر في استخدام حل الأنظمة الخطية في تحليل الشبكات وبالتحديد في شبكات الطرق وهذا المثال قمنا باستعراجه بإيجاز في الوحدة الأولى وبإيجاز أننا نأخذ تلفق السيارات عند النقاط A و B و C و D ونرى السيارات التي تدخل وتخرج من هذه الاتجاهات الأربعة بعض هذه البعيات موجودة عندنا وبعضها مجهول مثل هذا الاتجاه X1 و X2 و X3 و X4 و X5 كل هذه الاتجاهات تدفق السيارات فيها مجهول ووصلنا إلى التعبير عن هذه المشكلة بالنظام الخطي المكون من الخمس معدلات التي أمامكم ووضعناها في صورة مصفوفة موسعة كما ترون أسفل الجوز الأيمن ولحل هذا النظام الخطي حتى يمكن الحصول على تدفق السيارات في هذه الاتجاهات الخمسة نقوم بوضع هذه المصفوفة الموسعة على شكل رو إشلون فورم في البداية نكون بتبديل بعض الصفوف حتى تسهل لنا عملية إيصال هذه المصفوفة في رو إشلون فورم فمثلا نضع الصف الثالث هنا مكان الصف الأول واحد سفر واحد سفر سفر خمسة وسبعين الصف الثاني كما هو واحد واحد سفر 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 خمسة وتمانين الصف الرابع الأنسب أن يكون مكان الصف الثالث صفر واحد سالب واحد واحد سفر سبعين ثم الصف الأول صفر سفر سفر واحد سالب واحد خمسة وثلاثين وأخيرا الصف الأخير كما هو نقوم الآن بعملية الإختزال فباستخدام هذا العنصر نصفر العنصر الذي تحته بضرب الصف الأول في سالب واحد والجمع على الصف الثاني فتتحول المصفوفة إلى الشكل التالي واحد سفر واحد سفر سفر خمسة وسبعين هنا سفر هنا واحد كما هو هنا سالب واحد سفر سفر عشرة سالب خمسة وسبعين زائد خمسة وثمانين عشرة وهنا باقي الصفوف كما هي الآن باستخدام هذا العنصر نقوم بتصفير العناصر التي تحته أيضاً سالب R2 زائد R3 واحد صفر واحد صفر صفر خمسة وسبعين سفر واحد سالب واحد صفر صفر عشرة هنا صفر صفر هنا أيضاً صفر واحد صفر ستين صفر 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 واحد سالب واحد صفر 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 واحد الآن يمكننا حذف هذا العنصر أيضاً بنفس الطريقة سالب R3 موجب R4 صفر 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 صف سفر، ستين، سفر، 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 هنا سفر، وهنا سالب واحد، سالب خمسة وعشرين، سفر، 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 واحد، موجب خمسة وعشرين تلاحظون الآن أحبتي أن الصف الرابع هو نفس الصف الخامس بعكس الإشارة فلو قمنا بجمعهما معاً لحصلنا على الصف الأخير أصفار ففي البداية نضرب الصف الأول في سالب واحد فتحول إلى موجب واحد ثم نجمع سالب R4 مع R5 فنصفر الصف الأخير واحد، سفر، واحد، سفر، سفر، خمسة وسبعين، سفر، واحد، سفر، 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 واحد، سفر، ستين، سفر، 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 واحد، سفر، 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 واحد، سفر، 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 واحد، سفر، 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 واحد، سفر، 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 سف والصف الأخير يكون كله أصفار أو يمكننا إبدال الصف الخامس مكان الصف في البداية نقوم بإبدال الصف الخامس مكان الصف الرابع ثم يكون الصف الرابع هو الموجب والخامس هو السالب فنجمع الصفين معا R4 زائد R5 يعطي الناتج الأخير أمامكم أي أننا الآن أمام مصفة في row echelon form كما ترون الأصفار توجد تحت هذا السلم والصف الأخير كله أصفار فباستخدام التعويض الخلفي عندنا المتغيرات الحرة هي هذا المتغير الثالث X3 وباقي المتغيرات التي معاملها واحد هي Leading Variable فهذا النظام عندنا أربع معادلات وخمسة مجهيل المتغير الحر فيها كما نعلم أن المتغيرات الحرة هي المجهيل ناقص عدد المعادلات 5 ناقص 4 يساوي 1 فالمتغير الحر معنا هو المتغير X3 فيمكننا أخذ X3 بقيمة T ونعبر عن باقي المتغيرات بدللته من الصف الرابع X5 يساوي 25 وX4 يساوي 60 من الصف الثاني X2 ناقص X3 يساوي 10 وهذا معناه أن X2 يساوي 10 زائد X3 وهو T من المعادلة الأولى X1 زائد X3 يساوي 75 وهذا معناه أن X1 يساوي 75 ناقص X3 اللي هو T إذن الآن أحبتي قمنا بحل هذا النظام الخطي ووصلنا إلى أن X5 يساوي 25 وX4 هي 60 أما المتغيرين X1 وX2 فهما مرتبطان بالمتغير X3 ولو رجعنا إلى الرسمة الأصلية فلو أننا نعلم خط أو تدفق السيارات في الاتجاه X3 لأمكان أن نحسب التدفق في الاتجاه X1 واتجاه X2 من المعادلات التي حصلنا عليها فمثلاً X1 هو 75 ناقص T وX12 زائد T فلو أمكان معرفة مقدار تدفق السيارات في الاتجاه X3 أمكان حساب X1 وX2 بداية هذا المتغير الذي يساوي T وبهذا أحبتي نكون قد أنهينا المقرر وإليكم قائمة من المراجع التي اعتمدنا عليها المرجع الأول هو كتاب Elementary Linear Algebra Application Version لهاورد أنتون وكريس روريز إنتاج شركة ويلي USA الإصدار 11-10-2014 الكتاب الآخر أيضاً Elementary Linear Algebra رون لارسون ودايفيد فالفو الإصدار السادس وهو أيضاً مصدر بالولايات المتحدة الأمريكية 2009 أشكركم على حسن إنصاتكم وأتمنى لكم دوام التوفيق وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين